قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب إنه سيعترف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل في حال انتخابه وأكد ترامب الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في نيويورك أن الشعب الإسرائيلي يبحث عن سلام دائم وعادل مع جيرانه لكنه أمر لن يتحقق إلا عندما يتخلى الفلسطينيون عن ما أسماه بالكراهية والعنف والقبول بإسرائيل كدولة يهودية رئيس الوزراء الإسرائيلي التقى أيضا المرشح الديموقراطي هيلاري كلينتون التي أكدت دعمها لصفقة المساعدات العسكرية الكبيرة التي أبرمتها إدارة أوباما مع تل أبيب مؤكدة أن البلدين سيعملان سويا لفرض وتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران لقاء مرشحي الرئاسة مع بن يمين نتنياهو يأتي قبل يوم واحد من المناظر الأولى والمرتقبة بين كلينتون وترامب